اهلا بكم طلاب اولى سنة وفي اول حلقة من حلقات المراجعات واللي هنقسمها لجزئين الجزء الاول هنعمل فيه ميند ماب على كل الاجزاء الاساسية في كل يونت اللي المفروض نبص عليها قبل ما نبتدي حل والجزء التاني اكيد هيكون حل امتحانات شاملة او اسئلة مهمة من بنك المعرفة خلونا من ضيعش وقت ونبتدي على طول ونبدأ بالميند ماب اف يونت وون واللي كانت بتتقسم لتو شابترز وكبار اول شابتر منهم بيتكلم عن الكامستري and measurement اول لسن في اول شابتر بيتكلم عن الساينس وقلنا الساينس هو وبدأنا نتكلم عن الفايف مين ساينس اللي نعرفهم هم الكامستري والفيزيكس والبيالوجي والاستروني والجيولوجي واخدنا العلم اللي يهمنا هنا وهو الكامستري عملنا له definition وقلنا ان الكامستري ساينس انترستد ان ساينس انترستد ان ساينس انترستد ان ساينس ان كومبوزيشن عن الكامستري الورغانيك كامستري انفولفت ان ساينج اني متر كومبوزد اف كاربن الانالياتيك الكامستري انفولفت ان ساينج اني سامبل اناليسس يعني بنعمل اناليسس لبلاد او يورين البايو كامستري مسلا انترستد ان ساينج كيميكال كامبوزيشن وده اسمه يعني تكامل أو تداخل ما بين الكامستري وباقي العلوم أو باقي الفروع بتاعة العلوم واللي كان بينتج عنها من الانتجريشن ما بين الكامستري والبيولوجي وبينتج عنها نتيجة الانتجريشن ما بين الفيزيكس والكامستري وقدرنا نعرف كمان ان الكامستري انتجريتد مع الاجريكاليتشر عشان تبروديوس حاجتين مهمين جدا بنحتاجهم في الاجريكاليتشر وهم الغذاء اللي بيحتاجوا النبات والانسكت سايدز أو المبيدات الحشرية اللي بيحتاجها عشان نقضي على الآفات الموجودة عند النباتات وعرفنا كمان قد ايه الكامستري علم مهم في مجال الطب وصيدلة علشان هي بتقدر تعمل لنا الأدوية اللي بنستخدمها علشان نعالج الأمراض المختلفة والجزء الثاني من شابتر وان كان بيتكلم عن الماجرمنت واللي قلنا فيها التولز والماجرمنت التولز الاول اتكلمنا عن البيوريت والبيبت والكونيكال فلاسك والفليومترق فلاسك والروند بوتون فلاسك والسنستيب بالانس قلنا البيوريت بتستخدم هي مع الكونيكال فلاسك في التايتراتيشن بروسس الراوند بوتون فلاسك بيستخدم في البيبتراتيشن والفليومترق فلاسك وتكلمنا عن البيوريت سيلندر وقلنا ان هي تقدر تقيس الفوليوم اف الريجولار صول البودز وتكلمنا عن السنستيب بالانس انه بيقدر يقيس الماس اف ديفرنت اوبجيكتز وتكلمنا عن البيكر وتكلمنا عن البيبت وقلنا ان احنا نقدر نعمل ترانسفير لليكويدز بيبت لكن لو عايزين نقيس حاجة اكوريت اكوريت فوليوم بنستخدم الجرادويت سيلندر زي ما قسنا بيها الاريجولار صوري باديس فوليوم بنقدر نستخدمها از ان اكوريت طول فور ميجرين فوليوم فور ليكويدز اندلاب شابتر تو من يونت وان كان بيتكلم عن الكامستري والنانو تكنولوجي وتكلمنا فيها عن النانو تكنولوجي وان هي تكنولوجي that dealing with small substances والنانو كامستري الكامستري او فرع من فروع الكامستري اللي بيهتم بالابلكيشن of chemistry in nanotechnology وعرفنا ايه هو الكريتيكال نانو فوليوم او الفوليوم اللي بيظهر عنده اليونيك يوزفل بروبريتز of nano substances وعرفنا ايه علاقة الفوليوم and surface area بالبروبيتز اللي بتظهر عند النانو substances كل ما يكون surface area كبيرة والفوليوم of particles صغيرة فبتبدأ تظهر البروبيتز اللي احنا بنشوفها في الtypes of nano substances اللي عندنا واللي هم one dimensional nano substances و two dimensional و three dimensional ال nano dimensional قلنا thin film وال nano fiber وال nano wires و two dimensional خلنا خدنا single walled nano tube وال multi walled nano tube و three dimensional خدنا buckyball وال nano shell وتكلمنا على applications of nano technology على كل المجالات اللي احنا درسناها زي المدسن والانرجي والاندستري والكميونيكيشن والانفيرومينتال field فالمدسن عملت لنا early diagnose and nano robots وفي الاندستري في الاندستري وفي الاندستري عملت لنا small molecules عشان تدينا self cleaning property للجلاس والسراميك عملت لنا في مجال الانرجي الساتيلايتز وعملت لنا في مجال الكميونيكيشن الساتيلايتز ومجال الانرجي عملت لنا solar cells ومجال الانفيرومينتال عملت لنا purification of air and water عن طريق ال water filters وتكلمنا عن possible harmful effect of nano technology على مجالين مهمين جدا هما الانفيرومينتال field والميديكال field الانفيرومينتال field النانو النانو ويست بتسبب لنا نانو بوليوشن لان احنا مش بنقدر نتخلص من الويست ده في مكان فوجوده في البيئة بيعمل لها تلوث ووجود النانو ويست بيسبب ميديكال effect على البشر والحيوانات لانه بيقدر يتسرب للونج عن طريق ال skin وبيسبب diseases جتير جدا بكده يبقى عملنا mind map او قلنا النقطة الرئيسية اللي احنا محتاجين نبص عليها قبل ما تبتدي تحل انت لازم تبص على التايتلز اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقت دي قبل ما تبتدي تدخل تحل لو في اي جزء واقع منك ارجع تفرج على الحلقة الخاصة به او شوفه من اي كتاب خارجي عندك قبل ما تبتدي تحل لانك لو روحت تبتدي تحل وانت مش فاكر هتحصل مشكلة هتبقى محبط مش هتعرف تكمل وهتلاقي نفسك سبت المادة وقمت ولو عملنا mind map ل unit 2 هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده chapter 1 بيتكلم عن and chemical equation واللي بدأناه بالionic equation وازاي بنعمل ionization لاي reactant او product ما عدا الحاجات solid والليكود يعني الحاجات الوحيدة اللي ما كانتش بتعمل ionization وما بتتكسرش هي solid والليكود دول كانوا بيتسابوا زي ما هم واتعلمنا بعدها ازاي نحسب المولر ماس يعني مثلا لو عندنا na oh عايزي نحسب نحسب لها molar mass na 23 و o 16 و h1 يبقى المجموعة هنا 40 gram per mole ودي خطوة مهمة جدا لانا بنستخدمها في كل triangle اللي احنا هناخدها بعد كده اولهم triangle moles واللي عملناه ما بين number of moles والmass والmolar mass هنا كانت n وهنا m mass وهنا mr اللي هي molar mass بعد كده اجينا triangle molecules number of atoms أو number of ions وقلنا ان احنا لو عايزين يحسب number of molecules هنحطها فوق هنا ونعمل number of moles times avogadro's number اللي هو 0.6.02 times 10 power 23 وخدنا بعدها avogadro's molar volume أو volume at stp اللي حسبه avogadro وقال لنا ان volume of gas at stp v at stp equal number of moles times 22.4 واخر رول خدناها في الشابتر الاولاني هي percentage of element لو عايزين نحسب percentage of element percentage of any element equal mass of element mass of element over total mass أو اللي هي molar mass of the compound times 100 وهن apply على كل الرؤول دي واحنا بنحل في الامتحانات وشابتر 2 كان بيتكلم عن calculating chemical formula واخدنا الفرق ما بين الامبيريكل وازاي الامبيريكل بتعبر عن simplest ratio ما بين elements composing the molecular formula وانزاي المolecular formula بتعبر عن real number and real type of element of each element composing the chemical compound وبعدين خدنا اخر رؤول هي percentage yield والpercentage yield اللي هي رؤول مشهورة جدا percentage yield equal percentage of actual yield equal practical yield over theoretical yield times 100 الpractical اللي طلع علينا فعلا جوا اللاب over theoretical اللي احنا متوقعينه على الورق بالcrossmat application times 100 يبقى ريشو ما بين البراكتكال ييلد والثيريتكال ييلد هي البرسنتج of actual ييلد بكده بخلصنا mind map ليونت 1 وmind map ليونت 2 نقص لنا يونت 3 وmind map لاخر يونت معنا وهو يونت 3 كان بيتقسم ل 2 chapters او chapter كان بيتكلم عن ميكترز وانواعها وبدأنا نصنفهم تصنيفين كبار هما homogenous mectors وهيدروجنous mectors والهوموجنوس قلنا بينقسم لنوع واحد بس أو بينقسم لنوع واحد بس اللي هو solutions والهيدروجنوس كان مكون من نوعين وهما الكولويد وال suspension قلنا السوليوشن كان a size of particle less than one nanometer وال colloid between one nanometer to one thousand nanometer وال suspension more than one thousand nanometer وتكلمنا بعد كده على المولاريتي والمولاريتي والفوليم to volume والماس to mass وال colligative properties بس قبل من سيب types of mixtures اتكلمنا هنا عن solvent and solute وان مجموعهم مع بعض هو solution وقلنا solution مكون من solvent و solute هو major product او الحاجة اللي كميتها كبيرة والsolute هو minor product او الحاجة اللي كميتها قليلة وبالتالي بانا قدرين نصنف مين solute و من solute من اي object هو بيكلمني عليه وبعدين اتكلمنا عن molarity والmolarity ودول اتنين triangle مهمين جدا بيربطهم ب unit 2 و number of moles و number of molecules لان فيهم number of moles مشترك المolarity كنا ادانا لها رمز الام الكبيرة والmolarity الام الصغيرة الاتنين بيشترك ان هما بنحسب فيهم number of moles فوق طيب في molarity اللي بالR بنقسم على volume of solution بالليتر لازم تكون بالليتر وفي المolarity اللي بالL بنقسم على mass of solvent بالكيلو جرام وبعدين اتكلمنا عن volume to volume و mass to mass ودي طريقتين لحساب الconcentration في الكامستري اما باستخدام volume of solution over volume of solution او mass of solute over mass of solution وهنا الفرق ما بين volume والmass هنا والvolume والmass في molarity والmolarity ان volume والmass هنا باليونس الصغيرة يعني هنا بالملي لتر وهنا بالجرام انما هنا بالليتر وهنا بالكيلو جرام والcollegative properties خدنا فيها ثلاثة collegative properties الفريزن point والبويل point والفيبر برشير والفيبر برشير قلنا بيحصل له depression بوجود solute جوا solvent الboiling point بيحصل لها elevation يعني ارتفاع الفريزن point بيحصل لها depression او انخفاض وهن apply برضو على كل الكلام ده واحنا بنحل الليسون او التشابتر التاني في يون ثري كان بيتكلم عن الاسدز عن بيزيز واتكلمنا في البداية عن البروبرتز بعد الاسدز عن بيزيز قلنا الاسدز عندها sour taste في المقابل البيزيز عندها bitter taste او طعم مر الاسدز بتحول لون red البيزيز بتحول لون blue البيزيز عندها slippery feel الاسدز بتتفاعل الاسدز والبيزيز بتتفاعلوا مع بعض عشان يعملوا لنا salt and water فيما يسمى بالneutralization reaction واتكلمنا بعدها على الثير that classify acids and basis قلنا اول ثير قال ان الاسد substance dissolve in water to produce H positive و increase H positive concentration و in البيز substance that dissolve in water to produce OH negative ion او increase OH negative ion concentration لحد ما قابل Arrinius مشكلة كبيرة في NH3 ان هو base مش قادر يصنف على انه base لانه ما فهوش OH فيظهر نظرية PRONIST دان لاوري عشان تصنف الاسد والبيز تصنيف جديد وهو ان الاسد بيدونate H والبيز بيأكسب ال H الاسد proton donor والبيز proton acceptor وييجي ال definition الاوسع او ال PRONIST definition زي ما بنقول وهو Lewis definition Lewis عرف الاسد على انه electron pair acceptor وعرف البيز على انه electron pair donor وعندنا كزا طريقة نعمل classification للاسد والبيز بيها هي اول طريقة هي باستخدام ال strength او الايونيزيشن لو كان الاسد completely ايونيز يبقى strong acid لو كان الاسد partially ايونيز يعني مش بيحصل ايونيزيشن بالكامل يبقى weak acid الطريقة التانية للتصنيف الاسد والبيز وهي number of hydrogen that acid can donate الطريقة التانية اللي نقدر بيها نصنف الاسد هي number of protons او number of protons that acid can donate الاسد اللي كان بي donate 1 proton او 1 H او contain 1 H بنقول عليه mono basic acid او mono protic acid والاسد اللي في 2 H او كان donate 2 H بنقول عليه di basic acid والاسد اللي بي can donate 3 protons او can donate 3 H positive ions بنسميه tri-protic acid او tri-basic acid الطريقة الثالثة لتصنيف الاسد وهي source of acid source of acid لو من plant او animal بنقول عليه organic acid لو بي contain non metal بنقول عليه mineral acid وكل organic acid weak acids لكن mineral acids فيهم strong وفيهم weak الطرق اللي بنستخدمها للclassification of basis طريقتين بس اول طريقة strength زي الاسد strong base و weak base according to ionization لو completely ionized بيبقى strong base لو partially ionized بيبقى weak base الطريقة التانية وهي molecular structure او الصيغة التميائية بتاعت الbase الbase مش لازم تكون اخرها OH الbase ممكن يكون carbonate ممكن يكون metal oxide ممكن يكون metal hydroxide metal carbonate metal oxide metal hydroxide دول التلاتة structure of chemical compounds that can be classified as basis واخيرا جينا salts salts موجودة في unit 3 في الاخر خالص عندنا جدول كبير كده لازم الجدول ده نكون عارفينه كويس قوي وبنقدر نبني منه الصيغة بتاعت السولت وبنقدر نسمي السولت لو جاي لي ونقدر نكتب الفورمولة لو هو جاي باللي الاسم السولت بيتكون من جزء 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 البيز الأشهر على الاطلاق اللي بنقوله هنا لو عملنا ما بين HCL و NA OH ده أسد وده بيز السولت اللي بيتكون هو NA CL جزء بتاع البيز وجزء من عند الأسد وبالتالي السولت هو مجموع جزء البيز ووتر كمان نتيجة التفاعل الأكسايد مع الأسد الميتل أكسايد مع الأسد بيتديلنا سولت ووتر والميتل كربونات مع الأسد بتديلنا سولت وكاربون دايكسايد ووتر المعادلات بتاعتهم مهمة جدا مهمة ان احنا نعرفها نعرف نكتبها نعرف نبنيها نعرف نعمل لها بالنس لان البالنس جزء الأساسي من المنهج بتاعنا زي ما شفنا في أول كده احنا تقريبا خلصنا كل المفروض نشوفها وكتبنا فيها التايتلز الرئيسية خد سكرينشوت من كل كتبناها النهاردة علشان لما تيجي تذاكر لازم تتأكد ان ما فيش ولا تايتل من دول انت عندك في مشكلة لو عندك مشكلة في أي تايتل منهم تقدر ترجع تبص على الحلقة بتاعته قبل ما تبدأ حل احنا حالا هنبدأ نروح نحل في متحانات شاملة من الكتب الخارجية الموجودة عندنا وكمان هيبقى فيه أسئلة أو فيه حلقات منفاصلة لحل أسئلة بنك المعرفة نبدأ بموديل 1 من موديلز المعاصر والسؤال الأول بيقول احنا كنا قلنا ان هو اللي بتدسولف الووتر يعني مادة لما تنزل المية تدوب وتعمل ايونيزيشن لأتش بوزيشن وتريليز ان دا ووتر طيب مين من اللي قدامنا دول أسئد بيكون تين أتش ولما يدوب في المية هيريليز الأتش دي اي ينفع طب هو اي ده ليه شكله غريب شوية عشان ده أورجانيك أسئد والأورجانيك أسئد ده الاتش بتاعته بتبقى موجودة في الآخر وده اجزاليك أسئد يعني الفورم اللي بتاعته بتتكتب كده C2 00 H 00 H ده داي بيزيك أسئد فيه اتنين اتش فده بيريليز اتنين اتش ان ووتر وهو بيدور على حاجة مش أرينيس أسئد فإيه ما تنفعش H2 PO4 عليها نجاتف طبعا تنفع لان فيها اتنين اتش وده فوسفوريك أسئد خسران اتش فينفع برضو بيينكريز الكنسنتريشن اف اتش بوزيتيف وندسولف in water HNO3 النيتريك أسئد مشهور طبعا لما بيدوب في المية أو بييييونيز ان ووتر بيريليز الاتش بتاعته دي الووتر وييبروديوز اتش بوزيتيف الوحيد اللي ماينفعش ارينيس أسد هو الووتر نفسها الووتر نفسها لما نحطها على الووتر مش هتفريليز H-positive لان الائيونيزيشن اف ووتر او السلف ايونيزيشن اف ووتر بيحصل كل 560 مليون ماليكيل فيه اتنين ووتر ماليكيل يتفعلوا مع بعض ويعملوا ايونيزيشن لكن الووتر نفسها مش ايونيز البيور الووتر انا بتكلم عن البيور ووتر فهنا الـ not arenius أسد هو C اللي هي الووتر السؤال التاني بيقول لي which of the phallium substances 1 to 4 قدامنا على الجراف هنا 1 و 2 3 و 4 عندنا الويت هي الغمقة والهاردنس هي الـ light بيقول لي مين فيهم بيريبريزنت الكاربون نانو تيوب احنا كنا خدنا عن الكاربون نانو تيوب ايه خدنا حكتين ان هي hard جدا الهاردنس بتاعتها عالية جدا وخفيفة جدا في نفس الوقت فاحنا بندور على الكارب اللي بيقول لنا ان الويت بتاعها قليل والهاردنس بتاعتها كبيرة طيب زي ما احنا شايفين كده المفروض انا هزلل لكم اللي بيريبريزنت الويت وهسيب لكم اللي بيريبريزنت الهاردنس مش مش شيدد عشان نبقى عارفين نفرق من بينهم زي ما احنا شايفين كده الويت هو الشيدد واللايت اللي مش شيدد ده هو الهاردنس والكاربون نانوتيوب ما عندهاش ويت وليل جدا والهاردنس داعتها عالية جدا واللي فيه المواصفتين دول اللي احنا قلناهم او التوب بروبيت اللي احنا قلناهم دول هو السبستانس رقم 4 بيولي ذيس are 4 موليكيل of 4 different substances ناتروجين امونيا هادروجين and water بيولي which of the following is correct مين فيهم بولر الناتروجين موليكيل ده ضا اتوميك جاس هما الاتنين عندهم نفس الالكترون فهيبقى نون بولر والامونيا ده الناتروجين اعلى في الالكترون من الثلاثة اتش فالناتروجين هيبقى عليها negative charge partial negative والهادروجين هيبقى عليها partial positive وبالتالي الـ NH3 او الامونيا هيبقى بولر موليكيل فده هيبقى بولر الهادروجين موليكيل زي الناتروجين موليكيل اتنين اتوم connected to each other عندهم نفس الالكترون فهيبقى بولر هيبقى نون بولر الوط الموليكيل بولر طبعا ده اشهر بولر نحن نعرف وبالتالي هيبقى عندنا الاختيارات اللي بتقول A 3 بولر و 1 نون بولر ده مش مظبوط لان 3 نون بولر هو حطه في البولر B بيقول لنا 3 بولر برضو غلط C بتقول لنا ان 2 بولر 2 بولر و 3 نون بولر ده صح 1 بولر ده غلط فواضح جدا ان الاجابة C 4 هو بيدور على حاجة ما تنفعش برونستد لوري طيب هو برونستد لوري قاله ايه او برونستد لوري قاله ان البيز هو اللي يقدر يأكسبت ال H يعني يأكسبت بروتون مين من اللي قدامي دول ما يقدرش يأكسبت بروتون اما بسبب وجود بصدف تشارج عليه او هو ما عندهوش اللي يخليه يستقبل ما عندهوش لون عندهوش فتقدر فتقدر عندها فتقدر تأكسبت H عندها اتنين فتقدر تأكسبت ال وتبقى بروتون باستدلاوري 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 فال NH4 هو الوحيد اللي ما يقدرش يأكسبت ال H فمش هيبقى بروتون باستدلاوري بايز سؤال ركم خمسة احنا عايزين ويك بايز طيب الويك بايز اللي احنا نعرفها ايه ال NH3 وال NH4 OH دول الويك بايز طيب الويك أسد كل الورجانيك أسد ويك وال H2 CO3 وال H3 PO4 وال H F دول كده الويك أسد اللي احنا نعرفها وال H2 SO3 دول الويك أسد ودول الويك بايز دول البيز الويك ودول الاسد الويك طب هو بيدور على الويك أسد والويك بايز واللي مشترك ما بين الحاكتين اللي احنا قلناهم هنا هو الإجابة رقم D H2 CO3 في الأسد و NH4 و في الويك بايز سؤال رقم 6 بيقول لي any organic compound which is format of carbon and hydrogen can be burned in the pure oxygen forming carbon di gas and water vapor what is the molecular formula of organic compound which burn when burn yield 1.5 mole of carbon di and 2 mole of water vapor طيب احنا اختصارا للوقت هننفذ الفكرة على الإجابة الصح على طول ونعرف احنا ازاي بننفذها على الباقي الإجابة الصحة هنا هي الإجابة D C3 H8 طيب هناخد C3 H8 نعمل لها reaction مع ال oxygen عشان نطلع carbon dioxide and water vapor H2O طيب احنا محتاجين نعمل balance ال equation دي C هنا 3 C هنا 1 هنحط 3 هنا H هنا 8 فهنحط 4 هنا عشان نزبطها 2 3 1.5 و 4 over 2 2 يبقى هنا هي دي اللي عملت produce 1.5 moles of carbon dioxide و 2 moles of water vapor وهو ده اللي بيسألني عليه فالإجابة هنحط C 3 H 8 اذا فكرة المسألة دي انحنا نكتب equation ونعمل لها balance وبعد من نعمل balance ممكن نضرب في factor او هو اللي بيوصلنا الاركام اللي بيسأل عليها السعر رقم 7 بيقول احنا عندنا صوديوم هيدروكسايد ده strong بيس والامونيا solution weak بيس فعندنا شوية احتمالات كتير من قبل من نقرأ الإجابات اولا الصوديوم هيدروكسايد كمبليت لي ايونيز فهيبقى جود كوندكتر فور الكتريسيتي البي بتاعته هتكون عالية جدا والامونيا solution عكسه تماما هيبقى weak electrolyte يعني بيوصل الكهرباء بصورة ضعيفة جدا والبي اتش بتاعته قليلة اقرب منها للفورتين نبص على الإجابات ونشوف مين من الجمل اللي احنا قلناها دي ممكن يساعدنا مستحيل لانا السوديوم هيدروكسايد اقوى بكتير جدا من الامونيا solution as a base strong base sodium solution weak base ammonia solution اتش برضو غلط لان اتش باستف دي بتريبريزنت الاسد واحنا هنا بنعبر عن ال base مظبوط البي اتش بتاعت السوديوم هيدروكسايد بما انه stronger base هيبقى اكبر بكتير جدا من الامونيا solution وبالتالي الاجابة هتكون c السؤال التامن بيقول which of the following samples has the largest mass هو ملدين number of moles وملدين different compounds عايزين نحسب الماس ونشوف مين اكبر ماس فيهم الماس حسب الترانجل اللي احنا نعرفه equal number of moles times المر اللي هي المولر ماس وهنا الم الماس احنا عندنا number of moles في كل واحد فنائس ان احنا نحسب المولر ماس ونعمل لهم times ونشوف مين اكبر ماس فيهم هنروح على طول للاجابة الصحة علشان نختصر الوقت ونقدر نجربها على الكل هنا two moles times two اللي تحت ال N times 14 بتاعت ال N هنا اتنين فاربعتاشر وتمانية وعشرين تمانية وعشرين في اتنين نشوفها بكام بستة وخمسين لو كررنا النفس العملية دي تاني عند A والC والD هنلاقيهم اقل بكتير جدا من ال 56 فالاجابة الاكبر ماس او لارجس ماس هتكون عند ال ناتروجين جاز رقم 11 بيقولي تعالوا نسأل نفسنا ال 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 كوتون كاندي بتتكون ازاي ال كوتون كاندي بتتكون عن طريق تسخين السكر وبعدين فيه هو بيتنفخ جوه السكر ده فبيعمل الفوم اللي بالسكر اللي احنا بنشوفه ده ازا هو جاز ان صوليد طب هو جاز ان صوليد عبارة عن هتروجينس لانهم مش دايبين في بعض مفيش هوا بيدوب جوا حاجة صوليد بيدوب كمبليتلي صوليبل ان صوليد سابستنس ازا النوع بتاعه التصنيف بتاعه هتروجينس و نوعه هيكون كولويد السؤال سؤالكم اتنشر بيقولي the following figure illustrates the reaction of عايزنا نكتب الاكواجين ونقول ايه هو اليميتين جرياكتنت الناتروجين هيتفاعل مع الاكواجين جاز to produce نايتروجين ضاي اكسايد البالانس هنا بيقول ان الناتروجين هنا واحدة والناتروجين هنا واحدة والاكسجين هنا اتنين والاكسجين هنا تلاتة نخلي الاكسجين هنا اتنين عشان يبقى الرياكتنت مجموعهم اربعة ونحط هنا اتنين عشان يبقى البرودكت مجموعهم اربعة كده احنا كتبنا طيب مين اللي يخلص الاول هنا تفتكر مين اللي يخلص الاول اثناء البرودكشن مون اكسجين او نايتريك اكسجين فالليمتنج رياكتنت هنا هيكون اللي عنده مون اكتر في الرياكتنت لانه هو ده اللي بيخلص الاول وبنحتاج منه كمية اكبر بمجرد الاكسجين ما يخلص كده كتبنا البالانس الكميكال اكسجين والنيتريك اكسجين اللي هو الان او هو هيكون الليمتنج رياكتنت الصورة رقم 13 بيقول you have a piece of unknown metal how you can estimate the density of this metal state the name and the importance of each of the used tools التوز اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نحدد الدنستي بتاعت المتل ده تعالوا نسأل نفسينا بس السؤال الاول الدنستي بتاعت المتل equal a mass over volume طيب بما ان الدنستي mass over volume احنا محتاجين كزا طول طول تقسلنا المتل وتول تقسلنا الفوليم التول اللي هتقسلنا المتل هي هنحط الانون متل ده على علشان نقيس المتل طب والفوليم ده يعني المتل ده جسم ماروش ابعاد ومش شكل هندسي عشان نقيس بتاعه عن طريق قانون او رول احنا بنكتبها طب ايه الحاجة اللي بتقسلنا ال اه ال هنحط المتل ده جوه وهي فيها كمية من المية تبدأ المية بتاعها يرتفع نعمل في وان جبنا الفوليم اف هنقسم بعد كده الماس جبنا الدانستي ده سؤال مجمع علينا كده من التولز اللي احنا استخدمناها او قلنا عليها في الجزء بتاع التولز وال بتاعت كل واحدة وربطه كمان انت تعمل تجربة تصمم تجربة تقولك ازاي تقيس الدانستي ومعرفتك بالدانستي عن طريق الماس والفوليم واستخدام التولز اللي عندك في المناحة السوار رقم الخمستاشر بيقول لي عندنا تلاتة المنت الكي والأس والأو عندنا بتاعت كل واحدة فيهم المسألة دي مهمة جدا علشان دي على الامبيريكل والموليكول الكي والأس والأو الكي البرسنتج بتاعتها 44.87 والسلفر 18.41 والأكسجين 36.72 ده احنا اعتبرنا الماس برسنتج باي ماس هنقسم على المولر ماس لكل واحدة فيهم يعني هنا هنقسم على 39 وهنا هنقسم على 32 وهنا هنقسم على 16 عشان نجيب بتاعت كل واحدة فيهم الكي هنا ده النمبر عند الكي 0.5 عند الاس 2.2 عند الأكسجين طيب الخطوة اللي بعد كده ايه ان احنا نعمل اللي هي 0.5 للكل هنا هتبقى وهنا هتبقى وهنا هتبقى 4 إذن الامبيريك الفورمولا هنا هتبقى K2 SO4 طب والموليكولر هو ايه اللي الامبيريكال فورمولا بتاعت الكمباوند ده هو هو الموليكولر فورمولا بتاعته فالكتو اللي انت وصلت لها دي هي الموليكولر فورمولا والامبيريكال فورمولا في نفس الوعد السور رقم 17 بيقول من عند السبعين كده هنطلع لحد ما نشوف الكيرف بتاع الكي ن او ثري هنغبط عند رقم كام في السوليباليتي وقفنا هنا كده عند تقريبا المية وعشرين المية وعشرين دول الماس الماس اللي دابت في هندرد جرامز اف اتش تو او هندرد جرامز اف اتش تو او ده الماس اف سولفنت وهو عاوز يحسب المولا الكنسانتريشن المولاليتي اكول نمبر اف مولز مولز اف مولز مولز سولفنت طيب النمبر اف مولز هنا للكي ن او ثري اكول ادي ايه المولار ماس تاعت الكي ن او ثري اكول كام اكول ثرتي نين بلس فورتين بلس ثرتي تايمز سكستي دي هتطلع 101 جرام بير مول دي المولار ماس طيب احنا جبنا النمبر اف مولز اكول 120 اللي ها الماس اف سوليوت اللي احنا وصلنا لها هنا over 101 ده النمبر اف مولز هنشوف يطلع بكام يطلع 1.18 ده النمبر اف مولز لما ناخد كده 1.18 over 100 ده الماس اف سولفنت بس هنا بالجرام والماس اف سولفنت شود بي ان كيلو جرام فهنعمل ديفايد over 1000 ونشوف الفاينل ريزلت تطلع لنا بكام الفاينل ريزلت تطلع لنا 11.88 مولل المعاصر ممكن يكون مغير الاركام لانه هيوصل الريزلت مختلفة عند ال على احنا وصلنا المائة وعشرين هو وصل للمائة وثلاثين او واخد او مستخدم ريزلت مائة وثلاثين فطبيعي ان الاختلاف الاركام لكنه شغال بالنفس التكنيك عشان نتروحش الموديل وتشك في اجابتك او تقول انا حليت غلط انت محليتش غلط انت وصلت بس ل ريزلت مختلفة من على الكيرف الكيرف بما انه متصور هنا فاحنا وصلنا نتيجة 120 لو الكيرف على حقيقة طبعا المصطرة هتجيب لك نتيجة هنا السؤال الاخير بيقول لي بيقول لي the effect of decreasing temperature on the solubility between solid substance and gaseous substance الحاجات الصالد لما بتزيد درجة الحرارة عليها الصلubility بتاعتها بتزيد لكن الحاجات الجازس لما الحرارة بتزيد temperature بتزيد بتخلي الجازس قادرة انها تسكيب out of the gas out of the liquid فبتقلل الصلubility بتاعت الجاز يبقى الصلد بتزيد الصلubility مع والجاز بتقل الصلubility مع كده يبقى خلصنا الموديل الاولاني وخلصنا النهاردة كمان مع المايند ماب المرة الجاية هنحل اتنين موديل على الاقل ان شاء الله لو الوقت اسعفنا قبل الامتحان ما تنساش تبص على الموجودة جوه علشان تبقى عارف انت محتاج تذاكر اي قبل ما تروح تحل لو وقفت اي اسئلة اصدقوا في الموديلز الموجودة في المعاصر او اي سؤال على بنك المعرفة خدوا منه سكرينشوت وخطهولنا في الكومنت هنا على اليوتيوب او على البيج على الفيسبوك مستر عمرو محي كامستريزون الحد بشوفكم المرة اللي جاية ستاي سيف